والله أنت يا سرطان على غير عادتك هاي الفترة أو هذا الشهر رح تكون سريع كتير 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 يعني شايفة في عم تركب عجلة وسريع جدا جدا ولكن يعني في الأعلى أنا شايفيتك عم بتطير طيران عم بتحاول إنك تودي الأمور لمطارح أفضل وعم تزبط معك على جميع الأصعدي ممكن تكون شايفيتك عم تعلى فيه علوب شأن في هذا الكرت طاقتك عم بتكون مركزة على هذا الموضوع عم بتركز على نفسك ونعسي كل الدنيا عم بتطلف خلص اللي هو تعطي اهتمام زايد لا عم بشوفك بتركز على حالك أكتر هذا الشهر من الكرت نشوف بشكل عام للسرطان من شو خايفة سرطان متخوف من موضوع معين أو عم تستنى نتيجة معينة علاقة ثلاثية مع إن فتحناها بشكل عام ولكن برج السرطان عم بشوف فيه علاقة ثلاثية نتيجة هاي العلاقة الثلاثية أنت معلق الموضوع فيه موضوع طبعا عاطفيا أنت معلقه يمكن زعلان مع الحبيب وشايفيتك هون عم تتطلع لبعيد حابب تبعد حابب يمكن خلصت تاخد قرار مليت فيه طاقة ملل في الموضوع صبرت كتير على علاقة ثلاثية أو شاكلك يمكن في علاقة ثلاثية ومجمد الموضوع على بينما تتأكد أو على بينما تاخد قرار من الطرف الآخر ولكن هذا كله في النصف الأول من الشهر هاي تخوفات كلياتها ولكن في النصف الثاني من الشهر كل الأوراق طلعت إيجابية بطريقة فظيعة أولا خليني أحكي الطاقات قبل ما أحكي عن النصف الثاني الطاقات عم بتكون برج الأسد كمان بشوفه القوس برج طاقات نارية عم بتكون هوائية نائية النصف الثاني رح يكون أفضل بكتير كتير من النصف الأول بحب بس تشوفوا الورق هون عم بشوفك قربت كتير كتير من تحقيق أمنية معينة عم بشوفها بالعمل أكتر يمكن فرصة العمل يمكن شايفي في عندك طموحات كتير عم بتكملها شوي شوي أنجزت منها ولكن في عندك يعني زي نهاية موضوع على خير زي قربت كتير من النهاية السعيدة اللي أنت مستنيها في النصف الثاني من الشهر عم بتكون في فرحة عم بسبب لك إياها شخص يمكن من برج ناري يمكن يكون قوس أو أسد عم بتكون سعيد كتير في تغيير كبير رح يصير هذا الشهر أو تغيير يمكن بخص العمل أو العاطفة شايفتك عم تاخد قرار شايفيتك عم تتكرم عم تاخد تحصد يمكن إلك أكم من شهر عم تشتغل على شغلة أو موضوع معين عم بشوفك بتاخد النتيجة هذا الشهر في النصف الثاني وعم بتكون هاي النتيجة السعيدة البعض منكم عم بشوفه عم بسافر فعليا يعني عنده سفر فعلي لأنه بيّنت بالطاقة قبل شوي إنه فيه عنا شفتك عم بتطير هيك لفوق فاحتمال يكون عندك سفر على عمل أو على هجرة اللي هو سفر مش سياحة أو روحة وجاية لا يعني روحة لمكان بعيد عم بشوف بترجع فيك من بعد ما كنت كتير متحفة بتخوف من موضوع معين عم بشوفك خلاص اتطمنت وصلتك النتيجة نتيجة هذا الموضوع ممكن السيناريو هذا يزوط كمان على اللي عم يدرسوا عم بتكون نتيجة ايجابية بتسعد قلبهم والله يسعد قلبهم السرطان فش أحلى منهم حبايبي وكمان رح تكون جدا جزة بهذه الفترة عم بتهتم كتير بالهندام بالشكل يمكن الخارجي عم تعمل كتير أمور بنفس الوقت شايفيتك عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل عم بتحقق فيهم يعني هنا شايفيتك رضحان على كل الأحوال تمجن الساحر عم تسحر اللي حواليك يعني حتى لو كنت مرتبط فأنت عم تسحر كل اللي حواليك في مظهرك عم بيكون كتير مظهرك هاي الفترة يعني كتير بشد خلينا نقول فشايف العين عليك معجبين حواليك عم بيكونوا شايفي في ناس ممكن يكون في عندهم أوجع أو يعني متعلقة ممكن تكون بسيطة طبعا مش مش شغلات كبيرة أنا عم بقول ولكن آآ ممكن هاي الشغلة تكون لها علاقة في المفاصل في التعب آآ يمكن نفسي عم بيأثر شوي عليك جسديا ولكن يعني ما في شي بخوف آآ ما في شي بخوف بهذا الموضوع شايفيتك عم تنجز انجاز عم تتكرم على موضوع آآ كنت تعبان إلك فترة عليه نشوف بشكل سريع عن العاطفة هذا الكرة أنا بشوفه إيجابي مع انه في ناس كتير بتشوفه سلبي بس أنا بشوفه إيجابي تغيير كان لابد منه على الصعيد العاطفي شوف هون كنت كتير محتار ما بين انك آآ يمكن ترجع مع الحبيب أو تبقى مع الحبيب أو خلص تنساه وتروح آآ شايفة عم تاخد القرار فعلا في هذا الموضوع ولكن القرار رح يكون بآآ انك ترجع أو تبقى آآ مع الحبيب مش انك تروح أنا ما شايفيتك رايح بالعكس شايفيتكم آآ مقبلين على بعض ولكن هدول الكرتين تغيير كبير على الصعيد العاطفي لبرج السرطان في نهاية عندهم نهاية لموضوع مشرط نهاية لشخص نهاية لموضوع لمشاكل معينة لشخص لعلاقة ثالثة كانت يمكن مبينعنا قبل شوي نهاية فعلا لعلاقة ثالثة هون في علاقة ثلاثية انتهت عم تتفرج عليكم من بعيد خلاص بععدات صارت من الماضي عم تجتمعوا على خير شايفيتكم اتنين مبسوطين كينغ وكوين يعني زي يعني شايفة ازواج يعني شايفة في او مشروع زواج او اذا كنتم متزوجين فالامور عم بتكون شوي تصفل او المياه ترجع لمجاريها في مشكلة او علاقة ثالثة يمكن كانت شقوق حواليها ولكن شايفيتها انا وهم اكتر ما هي او خيال اكتر في في مقهك اكتر ما هو واقع هذا الموضوع فشايفيتك عم تاخد قرار جذري اما انت او الطرف الاخر طبعا القراءات العاطفية بتكون احيانا عكسية اه فممكن انت او الطرف الاخر شايفيتكم راجعين عم تعيشوا يمكن اه مشاعر عم بتكون مراهقة شايفة هون كمان خاصة العزاب او الارامل او المطلقين اللي لهم فترة طويلة يعني هما بيعتبروا حالهم متأخرين عن الزواج شايفة فرصة كبيرة جدا هاي الفترة للارتباط لهدول الاشخاص اللي معتبرين حالهم انه تأخروا في الزواج او تأخروا وخاصة اذا كانوا على علاقة مع شخص فهذا الشخص رح يكون من نصيبكم والله اعلم لانه شايفة في بناتكم يعني استمرارية في حياة جدية نش اللي هي علاقة عابرة او مؤقتة نشوف من المسج من الحبيب اذا كان قريب او بعيد مش قادر يقولها من عقل الباطن ممكن تكون اه هنا عم بشوف اه عتاب اكتر ما هو مسج يعني عتاب على موضوع معين اه عتاب مع انه بروس السلطان ما بخلط بحدا يعني ما بتايقل انه هو الغلطان اه لكن عم بيكون الشريك عم يلعب يمكن دور الضحية او فعلا هو ضحية ما بعرف بس عم بيعاتب يعني انه هو ان ظلم في موضوع معين او انت ظلمته في موضوع معين اه في او انت انخدعت حدا خدعك اه وصل لك امور اه غلط اه ولكن بيقول لك انه بيحبك بالنهاية نشوف اوراكلز لبرج السرطان اه النصيحة لك يا برج السرطان انه بيكفي شغل بيكفي تكر كتير 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 اطلع من المدينة اطلع الطبيعة هيك شي مشوار شي اه شي سيران شي رحلة مو بعرف بس بيقولك قرب شوي من الطبيعة يمكن يكون هذا الكرت عم بيقولك يعني مجازيا هذا الموضوع ممكن يكون معناه انه ارجع لطبيعتك اه ما ما تحاول انك تتغير كرمال حدا طبيعتك حلوة وانت شخصيتك حلوة فما تحاول لانه لا تتنازل ولا انك تغير شخصيتك انت زي ما انت حلو طبيعتك حلوة خلينا نقول اشتركوا في القناة